في إطار سعي سموه الدائم لترسيخ كافة العلاقات الثقافية مع مختلف الدول والبلدان في العالم استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في قصر الإبداع معالي خوسيء ريبس وزير الثقافة والرياضة في مملكة إسبانيا ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالوزير الإسباني في الإمارة التي تستضيف من خلال معرض شارقة الدولي للكتاب مملكة إسبانيا كضيف شرف للدورة الأربعين اللقاء تناول مناقشة جملة من المواضيع الثقافية ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص ومملكة إسبانيا كما تطرق اللقاء أيضا لمشاركة إسبانيا في النسخة الحالية من المعرض من خلال فعاليات ثقافية متعددة وأنشطات مشتركة تختص بالنشر والتوزيع من جانبه تقدم معالي خسي أوريبس وزير الثقافة والرياضة في إسبانيا بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اختيار مملكة إسبانيا كضيف شرف لمعرض شارقة الدولي للكتاب الذي تصدر هذا العام معارض العالم كافة من حيث بيع وشراء حقوق النشر وأشهد وزير الثقافة والرياضة الإسباني بما تمتلكه الشارقة من مقومات ثقافية رائدة من مؤسسات ومكتبات ومرافق وأدباء ومثقفين ومعارض وأنشطة شملت كافة مجالات الثقافة